أفادت وسائل الإعلام التونسية بأن وزيرة العدل ليلى جفال أذنت بفتح بحث تحقيقي في ملابسات وفاة الرئيس التونسي السابق باجي قايد السبس وفقاً للمصدر ذاته فإنه سيتم إجراء الأبحاث الجزائية اللازمة ضد كل من سيكشف عنه البحث فهل تكشف التحقيقات في تونس عن المتورطين في ملف الاغتيالات خلال العشر سنوات الأخيرة؟ وزارة العدل التونسية تتخذ قراراً مفاجئاً قراراً ربما تتوفر من جرائه الإجابة على الكثير من الملفات التي تدور حولها تساؤلات عدة فقد أذنت وزيرة العدل التونسية بفتح بحث تحقيقي في ملابسة واقعة وفاة الرئيس السابق الباجي قايد السبس بالإضافة إلى إجراء الأبحاث الجزائية اللازمة ضد كل من سيكشف عنه البحث تحرك وزارة العدل بشأن هذه الواقعة التي مضى عليها نحو ثلاث سنوات جاء بعد إفادة لشخصية إعلامية تونسية عبر وسائل الإعلام تفيد بأن السبسي مات مقتولاً كما أنه اتهم حركة النهضة بأنها هي التي تقف وراء قتله وفي أكتوبر الماضي قال الشخص ذاته أن السبسي مات مسموماً وأشار حينها إلى أن الرئيس السبسي أعلمه بأنه قرر الدخول بما وصفه معركة مع الجهاز السري لحركة النهضة إذن توجيه الاتهامات إلى حركة النهضة في الاغتيالات ليس جديداً فقد اتهمت أطراف تونسية الجهاز السري لحركة النهضة بالتورط في اغتيال الناشطين محمد البراهم وشكري بلعيد واعتبرت هيئة الدفاع التونسية المكلفة بالكشف عن الجنات بقضيتي اغتيال الناشطين أن وجود أشخاص موالين لحركة النهضة الإخوانية داخل القضاء هو ما صعب مسار القضية وذلك من خلال إخفاء ملفات متعلقة بما يعرف الجهاز الأمن السري لحركة النهضة المشتبه بها بتنفيذ العمليات وفقاً للهيئة وكان الرئيس سعيد توعد بتتبع الجنات في كل قضايا الاغتيال ننضم لنا من تونس الخبير في الشؤون السياسية والاستراتيجية خالد عبيد أهلاً وسهلاً بك إلى رادار الأخبار بداية باختصار هل فعلاً هناك من يصدق بأن الرئيس باجي قايد السبسي قد قتل مات مسموماً هذه الأنباء لها وزن فعلاً حتى يتم التحقيق فيها من قبل وزارة العدل مساء الخير هو باختصار شديد هذه الإشعات أو هذا الكلام سبق أن استمعنا إليه حتى بعد وفاة الباجي قايد السبسي مباشرة حتى ابنها الأكبر ذكر بأن والده لم يموت ميتة طبيعية ثم فيما بعد استمعنا إلى أحد المقربين الرئيس باجي قايد السبسي يعلن بأن الرئيس لم يموت أيضاً ميتة طبيعية وبأن الموت يرجع إلى عزم الباجي قايد السبسي على فتح الملف السري لجهاز حركة الناظة ثم واستمعنا حتى اليوم إلى المستشار السياسي للرئيس باجي قايد السبسي في تصريحه بأحد الإذاعات الخاصة يذكر بأنه استمع في تلك الفترة أثناء موت الباجي ابنة الرئيس الراحل باجي قايد السبسي تقول بأن والدها قال بأنه قد تم وضع قنبلة في بطنه وذلك قبل أن يقع نقلها إلى المستشفى يعني أنه يشعر الباجي قايد السبسي حسب هذه الإفادة أو الشهادة التي لا نعرف هل هي صحيحة أم لا بأن شيئا ما قد حدث له غير عادي خاصة وأن ذات المستشار السياسي الباجي قايد السبسي ذكر بأن الباجي يوم أو يومين قبل أن يقع نقل المستشفى يوم 27 جوان 2019 قال له بأن طبيبه الخاص في فرنسا الذي قد سبق أن ذهب إليه قبل أيام قال له بأن صحته جيدة وبأنه يمكنه حتى الترشع للانتخابات 2019 هذه النقاط مهمة لكن اسمح لي أن أسأل ما حقيقة ما حدث ستكشف عنه هذه التحقيقات لكن شكرا بالعيد تحقيقات كثيرة صارت في أدلة ما الذي انتهى إليه في كل شيء ألا يمكن أن تبدأ التحقيقات ولا تنتهي أيضا هنا المؤمل أن لا تبدأ التحقيقات ثم تنتهي إلى لا شيء ولكن مع الأقل ما لاحظناه أنه من خلال قرار وزيرة العدل الإذن بفتح التحقيق في هذه الوفاة المسترابة لا نعتقد بأن وزيرة العدل قد اتخذت هذا القرار دون أن تتشاور مسبقا مع رئيس الجمهورية ودون أن يعطيها رئيس الجمهورية الظوء الأخضر كي تقوم بفتح هذا التحقيق والإذن بفتح هذا التحقيق وهذا يعني أن هناك رغبة لدى أعلى سلطة في تونس كي يقع توضيح ما خفية لدى التونسيين في هذه المسألة بالذات بالنسبة للشاهدين شكرا بالعيد والبراهن القول بأن مثلا منتمين إلى النهضة أو متحالفين معها في جهاز القضاء هم الذين كانوا يعطلوا هذه التحقيقات نحن لا نتحدث عن السلطات العليا وإنما الأجهزة البيروقراطية بالضبط بالضبط هذا ما أردت قوله بالنسبة للشاهدين شكرا بالعيد والبراهن فإن الذي عطل الأمور هو وجود الوكيل أو إن شاءنا حاكم التحقيق أو النائب أو الوكيل الجمهورية بالمحكمة الإدارية الذي كان محسوبا على حركة النهضة وحتى هيئة الدفاع عن الشاهدين أكدت أنه تعمد ذاعة بعض الأوراق تعمد أيضا التسويف تعمد التمطيط وحتى تقرير وهذا هو الأهم تقرير تفاقدية وزارة العدل الذي صدر إلى الأسنة الفارقة أكده بوضوح وبلا لبس نعم يمكن إثارة هذا خاصة أن تقرير تفاقدية الوزارة العدل أكده بوضوح أنه حدث تلاعب وإخفال الأدلة وحتى بعض الأدلة الكبيرة المتعلقة بعملة إرابية أخرى قد تم تمسها وهذا كل من أجل أن لا يقع نعت حركة النهضة بأي طريقة كانت بأنها وراء كل هذه الإغتيلات السياسية ولهذا السبب الآن إن توضحت الأمور أكثر ربما في أشهر لسنا ندري فأن هذا كله سيفتح كامل ملف الإغتيلات السياسية في تونس وسيفتح ملف كل هذه العشرية التي مرت على تونس والتي تيكتنفها العديد من الغموض والتساؤلات التي لم تجد جوابنا لحد يومنا الحال أشكرك شكرا جزيلا ضيفنا من تونس الخبير في الشيون السياسية والاستراتيجية خالد عباد